السلاة لها شروط لا بد أن يأتي بشروط الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة حتى تكون الصلاة صحيحة ركوكس الله وأنه يتحدث ستكون سابقاً فلن يتحدث سابقاً السريط الأول هو الإسلام ضمن أعينا الإسلام لا تصح صلاة الكافر لا تصح صلاة من يتبعوا ركو سابقاً لا تصح صلاة من يتبع رب يتبع نبي سع السلم حتى يتوب الثاني شرط الثاني العقل فلا تصح صلاة المجنون ولا تصح صلاة السكران ننهى السكران عن شرب الخمر ونأمر بأداء الصلاة تصح صلاة الصغير إذا كان يعرف الكلام يعرف السؤال يعرف الجواب يعني يفهم والنية لابد أن نصلي وننوي بهذه الصلاة والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة وكذلك لابد أننا نتوضى ندخل في الصلاة إما بوضوء أو باقتصال ولابد أن نزيل النجاسة عن ثلاثة أشياء عن البدن والثوب والمكان لا نصلي في مكان نجس ولا كن على ثوب نجاسة ولا على بدن نجاسة لا نحن نستطيع أن نظر أننا ننصلي التجوية مثل اننا نجاسة ويوجد أننا نحن نعيزة ولا نحن نظر ولا نحن 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 نزيل ولابد من استقبال القبلة استقبال الكعبة استقبال مكة في الصلاة ولابد من ستر العورة أخذ كامل الزينة في الصلاة المرأة تغطي جميع البدن في الصلاة إلا وجها والرجل يستر من السر إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين واخذ كامل الزينة في الصلاة والمناسبة علمها ومن السر الوقت لا يمكن أن أصلي قبل دخول الصلاة ويحرم إخراجة الصلاة عن وقتا يعني أتأمت أن أصلي بعدا أن ين تهي وقتا الصلاة ويحرم إخراجة الصلاة عن وقتا